ولذلك توطأون مع مسألة الانتخابات الصورية وانتخابات الصورية التي ستجري هم يعرفون أن هذه ليست انتخابات يعني عيب تسمى انتخابات ما الذي سيكون بعد هذه الانتخابات؟ هل نحن أمام استعصال لسبب سنة وقت؟ برأيي لا تقدم ولا تؤخر نحن في نفس الوضع الانتخابات يعني هي ريسايكل يعني إعادة تدوير فقط للوضع القائم لا تقدم ولا تؤخر يعني فيه يعني النظام أتقن شغلي عجيبي لحد وهي أنه يمثل لعبة يعرف ويعرف أن الناس تعرف أنها تمثلية ويواصلها مثل قضية المفاوضات مثل قضية اللجنة الدستورية الآن الانتخابات يعني فيه شيء عجيب في السلوك هو يعرف أنها تمثلية ويعرف أن الناس يعرفون ومع ذلك يفرض هذه اللعبة والأمور ماشي لأن الوضع الدولي كما ترين من ناحية سوريا لا أحد يعتبرها على رأس سلم الأولويات ولا أحد يرى أنه الآن يوجد بديل حقيقي موحد يريد أن يفرضه على سوريا أو أن يدخل في صفقة مع إيران وروسيا من أجل التوصل إليه ولذلك يعني فيه نوع من أنه أوكي فيه موعد نعملنا انتخابات في موعد نعمل انتخابات جديدة تمتليه أوكي تمتليه لكن يقوم بها نفس الشي أنا بعتقد المفاوضات على اللجنة الدستورية أنا بعتقد عموما مفاوضات التي كانت يقوم بها منذ بداية المفاوضات هي كانت أنه أوكي بتكون تفاوض ومنفاوض شراء للوقت عملية شراء للوقت لا يصبح معي المفاوض وأنه نحن نفاوض يعني نحن ناس متحضرين ونفاوض لكن لا يتغير شيء العالم يريدنا أن نفاوض نفاوض هذا لا يعني أنه سنصل إلى أي نتيجة لأنه التغييرات في سوريا تحتاج إلى من يفرضها لن تكون لا بانتخابات ولا بمفاوضات تحتاج إلى فرض لا يوجد الآن من يفرض هذه التغييرات من طرف دولي وليس فرض عبر إرادة السوريين طبعا عبر إرادة السوريين كان أفضل شيء لو جرى لكن تتعرفين ماذا جرى تستطيع إذا أردتنا تحدث عن ذلك عما جرى لكن طبعا كانوا السوريين في طريقهم لفرض هذه الإرادة بالتأكيد كانوا هم الطرف الأقوى باعتقاد في المعادلة ما لا يوجد أي شك أن الشعب السوري كان الطرف الأقوى في المعادلة خلال الثورة السورية سأذهب إلى ذلك لكن وصلنا إلى المأزق لأسباب داخلية وخارجية الآن طبعا الذي يستطيع أن يفرض الآن هو طرف دولي وليس لديه السبب وليس لديه بديل